أهلاً أحبائنا مشاهدين في كل مكان حديثنا اليوم موضوع في غاية الأهمية عن أهمية قيادة الروح أو القيادة بالروح القدس في حلقة ماضية تكلمنا عن يوم الخمسين عن انسكاب الروح القدس وعن تميز هذا اليوم يوم الخمسين وتميز الروح القدس لكن اليوم سنأخذ الموضوع بشكل عملي أكثر واليوم سنتكلم عن أهمية القيادة يعني أقصد الانقياد بالروح القدس أو كيف تكون تحت سيادة وسلطان الروح القدس وهذا الموضوع كثير مهم لأنه فيه كثير تعليم مغلوطة فخليني في البداية أقول عندما أقول الروح القدس هو واحد في الجوهر في الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآب له وجود ذاتي والابن هو الكلمة المتجسد والروح هو الروح المحي واحد نقول واحد وليس أسماء لكن اسم واحد والروح القدس هو الله يعمل من الخليقة كان روح الرب يرف على وجه المياه إلى آخر آية في الكتاب المقدس المقصود الروح القدس والعروس يقولان تعال فالروح القدس ليس مجرد يعني اختبار هيك يعني مستكل أو روحاني ولا هو مجرد تأثير أو قوة معينة كما يدعى البعض والروح القدس ليس هو نبي من أنبياء الله والروح القدس ليس هو الملاك جبرائيل لو قلنا هذه المسميات على طول يناقض الكتاب المقدس ولكن اليوم رح نأخذ الموضوع بشكل عملي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير لأقدم ضيف هذه الحلقة اشتركوا في القناة